السلام عليكم اخوتي انا مواطن سعودي عايش في المغرب من 2006 كان احماق عن مغرب كيعجبني كموت عليه من قوة حبي في المغرب فكرت نتزوج مني وتزوجت الحمد لله وعندي وليدات فجاحة كورونا سكنت في مدينة المهدية والغالب الله يعني ما كان عندي اي حل انا وامراتي وولدي فتعرضت الهجوم من صاحبة المنزل اسمي واختها على منزل يفرقوا على الباب ومسكوا مراتي وعطوها العصاء وضربوها وهجم اخوها واحد شخص اخر ويجروني من الدروج من الطاج الثاني بسرعة هائلة وانا عندي رضيع حاجز فيدي عام وثمانية شهور يعني صرت خايف عن رضيع ما صرت اهمي طفلي بس طلعوني برا رموني برا في الشارع اجمعوا حوايجي اتاتي كيلوحوا فيه ايمين ويصار وعندي السيدي ليثبت الهجوم وهم كيلوحوا لي في حوايجي وكيخسروا الهدرة معايا وعندي السيدي يثبت اني انك نخلص الكرة ديالي ويثبت السرقة انهم صرقوني طلعوني من امراتي وولدي برا ما عندي غالب الله عيطت البوريس تسعة وتسعين والذي هو بعد فترة معينة جاني للموقع ورجع اثاثي للمنزل وجتني الضابطات من الشرطة الجناية على المنزل قبل الشرطة الجناية ما هي حجة هذا المنزل؟ حجة الحمف هذا يخرجوني بالقوة من البيت بحجة الامم بغين بيتهم وانا كنت في جائحة كورونا فاخر الجائحة يعني كنقلب بيدي وسنيني باش انا نخوي لانو هذه كترانس كنت غير موقتا فقط اللي انت مر الجائحة ذوي نمشي مع العلم اني كنت كنخلص ادائي كنخلص الكرة وكنخلص الموت ضو يعني دائر كل التزاماتي ولكن هم من قبل الهجوم سبع ايام عيشوني في حالة لا يرثى لها من الشلة اللي كيجمحها اخوها والشراب والمخدرات ويبقوا من الساعة خمسة العصر لين الساعة تسعة الصباح وهم الغوات والهدر الخاسر اعود بالله يعني بعدها تجأت البوليس كلمناهم بالتليفون وجاء البوليس عندنا ومسكو وتنازلت عنه قلت يعني ما ابغى اضره لكن اخته مارضت بهذا الشي وهجمت على البيت وفرقعت الباب وشدت زوجتي وبقت كتعيرها وكتضربها كتضربها عندنا شهادة طبية فيها 24 يوم لكن المشكلة اللي انا اللي تعرضت لها الان تفاجأت انه الامن منصف نيش اللي هي كوموسيرة القصبة ما انصفت نيش قدمتني للمحكمة بمحاضري ولكن ناقصة لا فيها البصامات لا فيها اثبات الصور التغرافية اللي تثبت سرقة الكوفر في سبع ملايين وفي مقانة الماص وفي سوار ديال السعودية ديال البيت حقي والبيرو يعني لعبة اللي في المحاضر كوموسيرة القصبة انا اوجه ندائي ورسالتي لجلالة الملك محمد السادس نصر الله ان ينصف الحق لاني انا اعرف هذه دورة القانون يعني انا انسان غريب ما عندي اي ملجأ ولا الا الله سبحانه وتعالى فانا كل ثقة بجلالة الملك وقانونه ورجاله بان ينصفوني لانه هذه كوموسيرة القصبة لعبتني في المحاضر لعب كامل وما زلت من 2021 الى يومك هذا كل ما احضر جلسة مهلة تأخير لاني اطالب بالبصمات اللي تثبت سرقتي ما بغوش يحطوها وما بغوش يحطوا تصاور ديال الصور التغرافية اللي تثبت كلامي ما بغوش يخلوا المحضر غخاوي حتى لدرجة شهادة الطبية حق الزوجة اللي فيها 24 يوم سرقوها من الملف من وسط المحكمة يعني انا كل ما احضر المحكمة اطالب البصمات ما في مرافعة لان هي كتقول لي وقالتها لي والله ما تصور والو انا فلوسي ما تخلص وانت فلوسك يا السعودي تخلص انا عندي الكتاف وكفي معايا فانا ودي نداء لأهل دول اختصاص والمسؤولين في هذه البلاد ان ينصفوني ويعطوني حقي المعنوي والمادي لي ولأسرتي مما وقع لي من جرم مع سبق الاسرار والترصط وبدون وجه حق واعتبروا من نفسه من فوق القانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة